في وقت لأننا يبقى عندي وقت الحياة الشخصية لأننا ممكن أكون بصحى منهم أنا بنزل على الشغل على طول مش هلح أعمل ده ونسبة كبيرة جداً مننا بنصحى جاري شاور على الشارع على طول على الشغل بالزبط ومعظم الضغوطات بتحصل بسبب الشغل للناس اللي بتشتغل ويعودوا في الشغل فترات طويلة جداً أكبر ناس بيبقى عندهم قابلية أكتر للموضوع بتاع الاكتئاب الموسمين احنا عشان كده النهار ده احنا معاك احنا معاك مش هنسيبك يعني احنا بنشتغل ومكتئبين ومكتئبين جداً وبما أن أنا مرأة عاملة فأنا حاسة جداً بالحضراتك بتقولوا أبصحى من النوم جاري على الشغل أخلص جاري فحياتنا كلها وأنا وزي الستات كتير ورجالة كتير حياتنا كلها جاري جاري تسحى جاري وترجع جاري وزحمة طبعاً الشارع بيبقى زحمة ممكن ترجع من طريقك بساعتين مواصلات سايق فدي الوحدة دكتور يعني استرس وضغط زيادة فبتروح البيت لطاق نفسك ولطاق العيال ولطاق أي حد يقولك مشكلة ولا حتى الصوت العالي فده برضو بيخلينا أكثر أردى برضو للاكتئاب الموسم بالضبط وطول ما أنا في الدوامة دي أنا عمال أحوش وراكم طاقات كتير جواي فإحنا بنقول إيه لازم الطاقة تتفرغ أول بول فلازم يكون عندي ممارسات يومية أنا بعملها عشان أقدر أن أنا أفرغ الطاقة دي أول بول وهنتكلم كمان شوية أن أنا ممكن بعد فترة شهرين تلاتة لازم أخذ بريك تلات يام لازم أفصل خالص تلات يام وهنتكلم نعمل ده إزاي برضا